لكن الحقيقة برضو في مواقف تانية لو هنتكلم في الحقيقة تادي مواقف النادي اهل التربوية انا جيت في وقت وكلمت امين بيش عير الله يرحمه الله يرحمه كان مدير النادي امين بيش عير قلت له انا عايز اشتغل في شركة من شركة عبود باشا كان بيضي 25 جنيه في شركة كنت طالب لسه كابتن؟ كنت طالب اه في كل التربية ريضي لا قبل ما ادخل كل التربية كنت بمدرسة ايه كابتن؟ نعم كنت بمدرسة ايه؟ لا انا انا تاريخ دخلت الاول كلية الهندسة انا عايز ان اسمع التاريخ ده كابتن؟ اه انا دخلت كلية الهندسة ونجحت من اعدادي الاولى اه ودخلت قسم كيميا صناعية المبنى اللي هو مقابل للجامعة جنب المدرسة السعيدية يعني مهندس دكتور شيخ كابتن اربع اعماله المهمة بقى اما اتنقلت سنة اولى يعني اه رحت النادي الاهلي خدوني النادي الاهلي اه فاصبح العملية متعسرة شوية الدراسة فما كملتش ما كملتش هندسة؟ لا ما كملتش هندسة اه فبعد كده في النادي قالوا لي ايه تروح كلية التجارة التجارة دي بقى لها تروح ولا تتوازي بقى تتبعانا في اللقب طب اما رحتش فيها ولا فاكر حاجة منها المهمة بعد كده التولى انا عايز اشتغل فقال لي احنا ندرج حد اشتغل بالسنة والعامة عايز تدخل كلية التربية الرضية الدخلك عايز الحربية عايز اي حاجة ودي فيها اه ومش كلام بقى اه كان ممكن ما احد مكاء محل يقول لك ايه طب انا شغاله عندي عبود باشا بقى متفرغ للنادي اكيد انا نسترعيح اكيد لابدا وراح وخدني في يوميها والله ورب الكعبة أنا يعني بأحمد لله سبحانه وتعالى فضله في هذا الامر بعد فضل الله سبحانه وتعالى امين شاعير خادني بالعربية وراح بيها على تربية التعليم في عز غلي بالمصادرة قابلني بالاستاذ حمد لفندي كان وكيل هذا كلام من كلمه مع امين بشعير اه قابلني حمد لفندي كان وكيل كلية التربية الرضية قال له هيجي لك بكرة تدخلوك وليه. رحت تاني يوم وعمل لي كاشف هيئة. كان أستاذ محمد عبدالصالح موجود دوقتها. وعمل لي كاشف هيئة وانضمنت لكل التربية الرئيسية. هو ما نسيش أنا عايز اشتغل ليه. أنا قلت له أنا عايز اشتغل. ما قالش كفاية أن أنا دخلته الجامعة وخلاص. لا سأل بقى. لا. ليه أنا ما دخلتش. ليه أنا كنت عايز اشتغل. فلا عامل لي بدل سكن. بدل سكن ده ما كانش بياخده غير الدزوي. لأنه مبور سعيد. ورفع الفناجيل لأنه مضميات. مضميات. تمانية جنيه. بدل سكن. فعمل لي بدل سكن زي هو. مساعد. وانت كنت من البنعاد يعني. وانا من البنعاد. عبد القاهرة. فهو عارف أن أنا طلبت الشغل أن أنا محتاج. يعني عايز. وبعدها كل مثلا شهرين ثلاثة يروح مديني عشرة جنيه. يقول له عشان مصري في الجامعة. عشرة جنيه كانت مبنى كبير. أنا هذا الموقف موقف طربوي لا أنساه. وانا يعني بشكر الله سبحانه وتعالى والأستاذ أمير شعير على هذا الموقف. وانا بقوله إن كان ممكن بسهولة جدا يشغلني عند عبد أشخ وتفرغ لبكرة ويسيب الدراسة. خلاص. إنما هو حب إن أنا يهتم بمستقبلي بجانب. وقال لي مفيش حد في الناد الأهل يشتغل بالإنسانور العب. إنه مهل مؤسسة طربوية. إنما هو أنا بسوق هذا المثل. دي حقيقة. شوف صدا ليه أنا إيه. طبعا خليك طلعت كل لجواك. مش هذا كلام. يعني لقيته ولا أبويا يعمل كده. ولا أبويا يكتهد ما هو يخليني أروح هنا وأعمل كده. ولقيت ده في مكانة الناد الأهلي. ودي خلت يعني انتماء عظيم وفظيئة للناد الأهلي وحب كبير جدا. الناد الأهلي احتضاني والناد الأهلي بصي لمستقبلي قبل كرة القدم. وخلاني ألعب بقى كرة وأطلع كل ما عندي.